شفت إنجاز البطل المصري أحمد جند إزاي؟ يعني هو والله مش جديد على أحمد أحمد بطل منه هو زاير خلي بالله لحضرك نفس قصة سارة سمير يعني اللي يمتابع سارة وأحمد من بدايتهم يعرف كويس جدا أنه هم اللي اتنين أبطال بيتحدوا الصعاب الأمور بالنسبة لهم مش إنجاز أو طفرة تتعمل في الطولة أو في دورة أولمبية وبعد كده الأمور تتلاشى بالعكس طريقهم مليان صعوبات بس هم قدامهم هدف واحد طول الوقت بيحطين قدامهم أن هم رفعوا اسم بلدهم لأعلى مكان سارة مبارح بعد ما خدت ميدالية فضية بكت لأنها كانت نفسها في الدهب شفنا الوزير بقول لا ما تعيطيش أنا أصلا بالنسبة لي لأن سارة تعمل فضة مبارح ده يعني إنجاز يعادل إنجاز أحمد الجندي هو هو ما يقلش عن إنجاز أحمد خالص لأن سارة جاي من ما إحنا صعبة سارة كان بعد برونزية تريو دي جانيرو اللي كانت حققتها في 2016 كانت مرد بأزمة وأصلا قريدي للاتحاد كله كان تم إقافه عن المشاركة في الأولمبياد أولمبياد توكيو اللي فاتت ما كانش عندنا تمثيل لرفع الأسقال خالص في أولمبياد توكيو اللي فاتت فكانت أزمة كبيرة بالنسبة لكل اللعيبة إنها بعد سنتين إقاف ما بيشاركوش وبعيد عن عن المنصات التتويج وبعيد عن المشاركة في الدورات الأولمبياد يرجعوا مرة تانية يكونوا في قمة مجدوم وفي قمة عطاءهم وميزان سارة مبرح كلنا كنا نتفرج كان الميزان صعب وفيه تفاصيل كتير جدا يعني الجيم كان جوه الملعب على البار مع الحديد وفيه جيم تاني بيتلقى ما بين اللعيم وما بين المدربين مين هيبدأ يعني سارة مثلا في الخطف ما كانتش ماشية أفضل حاجة كانت تالت في الترتيب العام لكن الأمور تضبر لها بشكل جيد جدا من الجهاز الفني بقامنا عشان نديله حقه وتعامل جيم كويس جدا إنها تحط رقم كبير بالنسبة لسارة فطب بدأت الإكوادروية اللي كانت بتنفسها على الفضة دخلت برقم أكبر من إمكانياتها شوية فما ما قدرتش إنها تتحقق أو ترفع للرفع دي سارة دخلت برفع بالنسبة لنا أعتقد إنها كانت يعني موفقة جدا إنها دخلت على الرقم ده قدرت ترفعها فخلص كانت دخلها في المحاولة الثالثة كانت بتدور على إنها تجيبت ذهب قدرت كانت تجيبها خير ما قدرتش هي أوريدي كانت ضامنة بقى الميدالي فأحمد أحمد الجندي العيد كبير أحمد الجندي وصارة اتنين حطوا أسماءهم في سجلات الرياضة المصرية نحن نكلم عن أحمد بالتفصيل بس أنا عايز أقف عند كلمة كده حارك قلتها في موضوع سارة سامير حارك بتقول اتدبر لها كويس وتم إدارة الموقف إدارة اللعيب وإدارة البطل وهو على البساط ولا هو بيلعب ولا هو أثناء ده ده حاجة بتفرق فيه ناتجته وبتفرق فيه سكور بتاعه أو في الوزن اللي بيشيله أو لو هي لعبة مضرب ولا حاجة تفرق في الرانكين بتاعه فيه منظومة كاملة بتبقى شغالة على البطل القصة كلها مش إن البطل داخل نازل يلعب يعمل الضرب عليه ويروحه خلاص اليوم في المية كلام حضرتك مظبوط ما فيش بطل بيبقى هو بدرعه بس هو لاحق كل الحاجات دي اللاعب يسمدرعه مبدئيا يعني اللي بيعملوه طبعا هو ما ده يعني بص هم أصحابه الإنجاز طب ما حدش يقدر أنه هي لكن بيعملوه فيه فريق عمل فريق عمل وراء الإنجاز ووراء اللاعب ده لو الأمور دي كلها مش مش متيسرة ومش بتتدبر لها بأفضل ما يكون لأ مش هتشوف الإنجاز ده أنت مستحيل لأنه اللاعب هو أهم حاجة فتضيله دماغه لأنه هو يكون أنت داخل أداف في إدارتك للموقع مظبوط أنت داخل هي دي شغلتك مصير التنفيذ للرؤية للرؤية بقى اللي بتتخطط لها دي كلها لكن هو اللاعب لو داخل طب يا تارك كوتش حطي ليه للرقم ده طب أنا ممكن كنت أشيله ولا أنزل مثلاً لأتنين كيلو وكنت أقدر أن أنا لا خالص الأمور الأولى اللاعب عنده ثقة كبيرة جداً فقدره إن هو طالما أنه أنا داخل على الرقم ده يبقى ده الأفضل أو ده وخلي بقى حضرتك كان بعد نهاية المنافسات الخطف كان كابتن عالق حسن مديري فني بتاع صارة كان حط رقم 150 هي صارة مش هاتشيه فأول محاولة مش هاتشين 150 هو نزل بالرقم قرية ده 148 لكن هو ده كان تاكتك حطه على أساس أنه هو يبدأ يقول لكل الربعات اللي داخلين مع صرف نفس المنافسة إنه ده هي أتشيل أول محاولة 150 طب الرقم اللي بعد كده يكون عامل إزاي بعدها هو لما نزل الاتنين تارتا كيلو أو الاتنين كيلو اللي مفروض صارة تبقى داخل عليهم ده ده شغلي زهني وده أنا كنت بتكلم محضراتك ببرا لهوا إنه الأمور لازم مش بس جسديا نفسيا وعقليا وذهنيا